ما هي وسائل تنظيم النسل كونترسيبشن ميثودس كونترسيبشن يعني ضد الولادة لعملية تنظيم النسل أو التخفيف من النسل أولاً في أنه وسائل هرمونية وسائل هرمونية تعمل الوسائل الهرمونية على تثبيت إفراز الهرمون المنشب للحوصرة اللي هي البويضة ما يمنع نضج الخلية البيضية الثانوية ويحول دون حدوث إبابة أما فاعليتها فكبيرة جداً في حال أخذت بانتظام ومن أمثلتها المواد الشبيهة بالهرمون البروجسترون حبوب منع الحمل البسيطة وحقاً منع الحمل والكابسولات التي تزرع تحت الجلد في هذه المنطقة تقريباً تحت الأبط أو على فوق الأبط إذن هذه مواد هرمونية تزيد من إنتاج البروجسترون لكي يمنع إنتاج البويضة الجديدة المواد الشبيهة بالبروجسترون والإستروجين مثل حبوب منع الحمل المركبة والأسقاط منع الحمل إذن هي على شكلين إما حبوب منع الحمل بسيطة أو حقاً منع الحمل أو كابسولات تزرع تحت الجلد وهناك مواد شبيهة أيضاً بالبروجسترون والإستروجين مثل حبوب منع الحمل مركبة ولسقاط منع الحمل لسقة بتحطها تؤدي إلى إفراز الكثير من البروجسترون الذي يمنع إنتاج بويضة جديدة هذا بالنسبة للمواد أو الوسائل الهرمونية الوسائل الكيميائية تحتوي الوسائل الكيميائية على مواد تقتل الحيوانات المنوية مثل الجل الرغوة الكريم هذه تعطى للأنثى داخل المهبل وعند قذف الذكر حيوانات المنوية فإن هذه المواد تقتل الحيوانات المنوية وبالتالي لا تحدث حملية الإخصاء إذن هذه متعلقة بالأنثى حبوب منع حمل بسيطة تمنع إنتاج بويضة لأنها تزيد من إنتاج البروجسترون والإستروجين لذلك يمنعان تكوين بويضة جديدة أما الموسائل الكيميائية فهي مواد تعطى في مهبل الأنثى يدهن بها المهبل لتقتل الحيوانات المنوية عند قسطها من قبل الذكر ثم هناك العازل الذكري والغطاء المهبري أو ما يسمى بالكوندم الكوندم نوع ذكري ونوع أنثوي يوضع على الغشاب أو الطبق الخارجي القضيب عند الذكر أو في بطانة المهبل لكي يمنع دخول الحيوانات المنوية يمنع وصول السائل المنوي إلى الخلية البيضية الثانوية وإخصائها إذن هذا الأسلوب وهذا الأسلوب لا يؤثر على الأنثى نهائياً بينما هذا يؤدي إلى منع إنتاج بويضات فقد يؤدي إلى اختلافات معينة أو تأثيرات معينة على الأنثى لأنها لن تنتظم دورة البيض أو دورة الرحم في الأنثى بينما هذان العاملان لا يؤثر على الأنثى تبقى بشكل طبيعي حيوانات منوية ميتة تصل أو لا تصل نهائياً عن طريق العازل الذكري أو الغطاء المهبري ثم هناك وسائل ميكانيكية أخرى غير العازل الذكري أو الغطاء المهبري ما يسمى باللولب يثبت اللولب في الرحم لمنع انغراس الحويسلة البلاستولية يعني لو حدث إخصاب فالحوصلة البلاستولية لن تنغرس في الرحم وتنزل مع الدورة الشهرية اللولب فعاليته أيضاً عالية تستمر لسنوات عدة مع مراعاة مراجعة الطبيب للتأكد منه في المكان الصحيح وبدون أي التهابات مثلاً مصاحبة له في بطارة الرحم هذه بعض الأشكال بعض الحبوب بعض الكابسولات التي تعطيها للأنثى لمنع حدوث حمل وأيضاً إبر ممكن تحقن بها الأنثى لكي تمنع عملية الحمل وهذه الأصفات أيضاً ممكن أن توضع على الجلب لكي تمنع حدوث عملية الحمل وبالتالي عملية تنظيم لأنثى تحدث بشكل جيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة